أهلا بكم في الدرس الثالث والأخير من هذه الوحدة سوف أتحدث عن موضوع نهام تثقيفي حول مكافحة الفيروسات وسيشمل اكتشاف فيروسات ومكافحتها وضادات الفيروسات مكافحة الفيروسات الوقاية من الفيروسات بالإضافة إلى موضوع التنصت أو السنافينج هنا أطرح سؤال هام وهو متى أشك بوجود فيروس على جهازي هناك بعض الإشارات والعلامات والدلالات التي قد تساعدني لاستدلال على وجود فيروس ومن ضمنها بطء في جهازي الشخصي امتلاء القرص لدي ظهور بعض مربعة الحوارية الغريبة أثناء عملك على جهازك إضاءة بعض لمبات الخاصة بالأقراص بشكل مستمر وبدون طلب أي تنفيذ أي تعليمات طبعا عندما يصيب الفيروسات من أجزاء النظام يترك توقيعه وذلك بسبب الحاجة إلى التعرف على الملفات التي أصابها لكي لا يكرر العمل عليها مضادات الفيروسات بالتالي مضادات الفيروسات تكون بالتعرف على هذا التوقيع ومن ثم مطابقة هذا التوقيع مع بعض الملفات الموجودة لديها في قاعة البيانات مما يسهم في عملية التعرف على هذا التوقيع واكتشاف هذا الفيروس طبعا تعمل مضادات الفيروسات على إجراءات ومن أهمها إصلاح هذا الملف المعطوب أو حجرة أو الخيار الثالث حذف هذا الملف في حالة عدم إصلاحه أو القيام بحجرة طبعا هناك العديد من القواعد الوقائية أو وسائل الوقاية من الفيروسات ومن ضمنها أولا أخذ نسخة احتياطية بشكل دوري أقوم بحماية هذه من خلال وضع بعض مضادات الفيروسات وهي برامج تقوم بعملية اكتشاف الفيروسات وحماية هذه أقوم بتحديد مستوى عالي من الأمان عند استخدامي من صفحة إنترنت لا أقوم بتنصيب أي برامج دون التحقق من وثوقيتها ومصدرها عدم فتحي ملفات مرفقة وخاصة في الرسائل الإيميل أو الرسائل الإلكترونية التي تردك من مصادر مجهولة والحاجة إلى فحصها باستخدام البرامج السابقة كذلك من طرق الوقاية أفحص لقراسة متنقلة كذلك أفحص الفيروسات وفيروسات الخاصة بملف الإقلاع أو البايوس كذلك منع المستخدمين من تنصيب أي برامج غير مرخصة وخاصة في المؤسسات التجارية لا بد أن يكون هناك استراتيجية خاصة بمكابحة الفيروسات المؤسسة وكذلك وجود بعض القوانين والعقوبات الخاصة بالموظفين الذين يتحايلون على هذه الأنظمة بفرض عقوبات عليهم كذلك أو أخيرا تشكيل فريق خاص بأمن المعلومات دور هذا الفريق يحدد أهداف ونشاط مؤسسة في مجال أمن المعلومات وكذلك حماية البيانات والمستخدمين من أضرار الفيروسات وغيرها من الأضرار الخاصة بسرقة البيانات أو التنصت عليها هنا نشير إلى مفهوم جديد اللي هو مفهوم التنصت أو سنافينغ الفائدة من عملية التنصت هو حصول على معلومات متبادلة لدينا اتصال بين طرفين هناك متنصت يقوم بالحصول على هذه البيانات والاطلاع عليها هناك سؤال من هو متنصت؟ المتنصت هو شخص دخيل يستخدم عادة حساب مدير النظام للدخول على النظام والتنصت عليه كيف تتم عملية التنصت؟ طبعا من خلال أن يتحكم بأحد الأجهزة المتصلة بالشبكة وامتلاك حساب مدير النظام كيف يمكننا مقاومة التنصت؟ هناك بعض القواعد البسيطة وبعض الرشادات الواجب تتباعها والتي تقلي من عملية التنصت أستخدم كلمات مرور متينة أقلل قدر المستطاع من الاتصال بالشبكات الويرلس والواي فاي وخاصة الشبكات اللي مع عليها باسورد طبعا عدم فتح الملفات المرفقة من الرسائل المجهولة قبل التأكد من عملية فحصها من الفيروسات في الشبكات أستخدم سويتشز أفضل مني أستخدم الهابز إذا كنت متصب بالإنترنت أحتاج أني أستخدم بروتوكولات آمنة مثل الإبسكيور، الـ ftp secure، الـ https هذه كلها بروتوكولات آمنة وتساعدني عملية الاتصال بالإنترنت بشكل آمن خلاصة ما تحدثنا عن في هذه الوحدة الوحدة السادسة ما يلي بداية تحدثنا عن الفيروسات عن أجزاء الفيروس مناطق التي يصيبها أنواعها وكلمات السر وشروطها في الدرس الثاني تحدثنا عن علم التشفير وآلياته وتحدثنا عن ثلاث آليات التي هي التشفير والتقطيع والتوقيع في الدرس الأخير وهو هذا الدرس تحدثنا عن الفيروسات مضاداتها مكافحة الفيروسات وطرق الوقاية من الفيروسات بالإضافة إلى الإشارة إلى التنصت وآلياته وكيف يتم التنصت أشكركم لمتابعتكم لي في هذه الدروس التعليمية أتمنى من الله عز وجل أنني قد وفقت بتقديم مادة يسيرة وسهلة وأن تخرجوا بالفائدة وتضيف لكم هذه الدروس الفيديوية بعض المعلومات ويكون أسلوبها شيء نعتذر عن أي خلل أو خطأ نتقبل أي اقتراحات قد تطور هذا العمل أتمنى لكم التوفيق وأتمنى أن نلتقيكم في درس تعليمي إن شاء الله آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته